تعرف المشكلة إن أنا يعني إيه الناس متعودة علي إن أنا ما بتكلمش كلام متزوقة يعني أنا بتكلم زي زي كل الستات مش عشان أنا مزيعة فأكيد أنا ما بنزلش بالوراء والقلم وأعمل الحاجة اللي بقولها بس لا أنا بنتكلم في الصح لازم نقول للناس الصح تعملوا إيه الصح فأنا معاكم السندي لأن أنا بعترف أهو أنا إمام مختار بعترف إن أنا عشوائية زيكم كنت السنين اللي فاتت كلها أنا حقيقة بفتح التلاجة عندي بلايه حاجات من السنة اللي فاتت رمضان كم أمر الدين وكم مكسرات لأن أنا ما بعملش حلويات كتير وبرضو دي نقطة السيطة اللي ما بتعملش حلويات أصلا في البيت قديم بتشتريهم ليه؟ بتشتريهم ليه؟ يعني بتشتري كم المكسرات دي ليه؟ يعني مجد حقيقية زي ما أنت قلت أنت حقيقية قوي يا إيمان لأنه فعلا أنت لفت نظري إحنا كل واحد فينا اللي فاتح التلاجة هيلقي أراسيا ومش مشية من بتوع السنة اللي فاتت وكيس فيه جوز هند من بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت وجوز هند اللي أنا ما باكلوش باشتريه ليه؟ أنا ما باكلش الجوز هند ولا الزبيب أنا بازل أشتريه عشان لازم دي أشتريه في رمضان عشان فيه كلمة لازم إحنا لو شلنا من حياتنا إيمان كلمة لازم حاجات كتير جدا هتفرق أنا لازم أشتري طب ليه أراسيا؟ أنت ما بتاكليش أراسيا؟ بس أنا لازم أشتري أراسيا علشان لما يجي لنا ضيف لازم يلاقي أراسيا فإحنا لو شلنا كلمة لازم من حياتنا حاجات كتير جدا هتتحل خلينا نقول مش لازم يعني إحنا دورات يهو مسكين مش لازم إيه بقى؟ يلا نقوله مع بعض مش لازم مش لازم إن أنا أشتري كل حاجة بتاعت الشهر كله في أول يوم وعمل الحاجات البهاريزة أنا أحب التفاصيل التفاصيل أنا إيمان بموت في التفاصيل يعني مش لازم يهانم تشتري جوز هند الحاجات كلها أول رمضان أنا ممكن أن أشتري يوم عشر رمضان ويوم خمسة رمضان والحاجات ما هي متوفرة في السوق يلا مش لازم أشتري كل حاجة في بداية رمضان مش لازم في عزومة أول يوم يبقى فيه إيه في الترابيزة مش لازم مش لازم يبقى فيه بط وجنب البط فراخ وجنب الفراخ دي حمام وديكروم مش لازم الحاجات دي كلها ممكن بسهولة جدا إن أنا أسأل الشخص اللي أنا أعزيم وبتحب تأكل إيه؟ ميولك إيه تفضيلاتك إيه لحمة ولا فراخ لأن أنا ممكن أعمل عزومة رهيبة سمك وسلم ويويويويوي وفي الآخر هو ما بيكلش سلمون مثلا وأنا مكلفاها تكلفة رهيبة وهو ما بيكلش يبقى مش لازم في جزئية مش لازم مش لازم إن أنا أحط كل أصناف الأكل في أول يوم في رمضان على الترابيزة وحلوة الحتة دي يا ردوة إن أنا أكلم الديوف اللي جاين لي طبعا إنت بتحب حبيبي إيه ابني حتى أي حبيب تحب إيه يعمل لك فراخ ولا بط طب خلص فراخ حتى الأم بتبقى عارفة وبيحب أني جزء في الفراخ يعني السدر ولا الرجلين يعني فهمها زي فأنا هبقى عاملاله جزئية اللي هو بيحبها اللي بيأكلها يعني فيه ناس ممكن تسيب الفرخة كله وتأكل حتة صغيرة ده حقيقي طيب يبقى مش لازم نحط كل الأكل وكل الأصناف على الترابيزة مش لازم كمية الحلويات اللي بتجاب بعد الفطار ودي مهم يبقى مليون صاني كذا صانية كنافة وكذا صانية بسبوسة وشوية جلاش وحاجات رهيبة وتنوعات رهيبة مش لازم الأعزومة اللي أنا أخلصها يبقى الأكل خلاص يبقى ده ما ينفعناش ويترامع مع الفكرة ممكن حلت الرز اللي أنا عملتها أنا ممكن أشيل جزء من الرز في الفريزر نحطيه في كيس وشليه في الفريزر حينفعك الأسبوع الجاي في العزومة اللي بعدها مش لازم نرمي الأكل مش لازم مش لازم مش لازم